بوم احمد البطل موجود في كل مكان وزمان عشان يقتل كل الاشرار ويساعد كل الضعفاء انا هو احمد هيرو احمد البطل وانا الان متواجد في سجن الاشرار وبخلفي موجود سجن هذا الكائن الحي الشرير سجن سلندرمان مثل منتش شايفين هذا السجن اليوم رح يكون بداخله عائلة سلندرمان بالكامل لانها عائلة شريرة ما بتخاف مني انا وعشانها هي ما بتخاف مني انا رح احبسها في هذا المكان ولانها هي شريرة وباخر فيلم احنا مسكنا هذا الضعيف اللي اسمه بوبي المبتسم مرحبا مرحبا يا بوبي انا حزين كثير كثير طلعني انا بطلت اسمي بوبي المبتسم انا صار اسمي بوبي الحزين بترجعك طلعني طلعني مستحيل مش رح اطلعك من هذا السجن بالمرة بالمرة واليوم رح تمتلئ كل السجون لان هذه السجون امتلأت بالكامل بالسفاحين والاشرار ورح نحط هوني اسلندرمان بس انا مسوي تحت مقر عشان اعبي كل هذول السجون بالاشرار في الفيديوهات القادمة وبالافلام القادمة اما انا الان بدي افرجيكو كيف بطلع الاجنحة تبعتي وباروح اساعد الضعفاء عشان اقتل الاشرار يا اجنحة خروج الاجنحة الان بوم مثل ما انت شايفين انا هو احمد البطل وهين حطيت الاجنحة تبعتي وبدي اطلع فوق بدي افرجيكو كيف الكوكب تبعي من الاعلى كوكب اسطوري رائع جدا جدا يلا خليني بدي اطير مثل هيك شوفوا ما اجمل الكوكب كوكب رائع خرافي كثير كثير مثل ما انت شايفين وانا الان بدي اروح وبيدي اقتل الاشرار واساعد الضعفاء يلا احمد البطل موجود في كل مكان اوه مرحبا انا هو صاحب هاي المكتبة والان المكتبة فارغة بدي اروح اشوف الطفل اللي شغلته عشان ينظف السيارات كم حصل اموال يلا يلا خليني امشي امشي واذا ما كان محصل اموال راح اضربه راح اكسر راسه يلا يلا خليني اساوه متل هيك يا طفل يا طفل تعال لهم اشوف تعال لهم اه مرحبا مرحبا يا عمو اه 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 شو بدك مني وين الاموال يلا اعطيني كل الاموال اللي جمعتها ايه بصراحة انا ما جمعت ولا قرش ما جمعت اموالي بصراحة ما في اي احد اعطاني اموال عش قاعد بتحكي انت كذاب وين الاموال وينهم لا تضربني بترجاك ما معاي اموال انا قلتلك تنظف هاي السيارات كلياتها وانت هيك منظفهم وين الاموال باقول لك يا عمو كل الناس بيحكي لي ما في اموال وبتضربني وبيروحوا بيروحوا ما في اموال والله انا ما معاي اموال طيب انت اللي بدك هيك يلا خد لك هاي اي 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 ليش انتك شرير ليش انت غبي ما ترود من العمل ما ترود واحد غبي حكت له يجمع اموال ومش يجمع ولا ورقة شو هاذا الغباء يلا خليني بده اكمل عملي في هاي المكتبة يلا تعالوا اقرأ كتب تعالوا اقرأوا وينكو يا اشرار احمد البطل موجود في كل مكان وزمان رح اقضى عليكو وينكو اه ه ه ه ه ه اه في احد بيبكي خليني بدي انزل على الارض واشوفو اه ه ه ه ه بطل عند اعمل وانا كتير كتير موجوع لانه في واحد ضربني هي يا طفل شو انت شو ما لك شو ما لك يا طفل هي مين انت مين انت انا ما بعرفك مش رح احكيلك اشي انا هو احمد البطل احمد هيرو وانا رح اساعدك بكل اشي بدك اياه مين اللي سوى فيك مثلك لش قاعد بتبكي انا جالس ببكي لانه فيه واحد شرير بشتغل في المكتب اللي موجوده هناك بظله يضرب فيه بيحكي لي لازم تجيب اموال اليوم طردني من العمل لاني ما جبت له اموال وانا الان متشرت ما عنديش اكله ايه شو اللي قاعد بتحكيه واحد ضربك لانك انت ما جبت له اموال مين هذا مين صاحب المكتب اللي موجوده هناك بترجاك لا تحكي له انه حكيت لك لانه رح يضربني فيه احلامك انت مفكر حالك وين انا متأكد اني رح اقضى عليه وانت لا تخاف من اي احد خليك فيه هذا المكان وانا رح اروح يانا ويني هذا احمد البطل وهذا الطفل اللي طردته من العمل ايه هذا الطفل جالس بيحكي لأحمد البطل اني قاعد بضربه والله احمد البطل رح يكسر راسي انا لازم اهرب بدي اهرب بدي اهرب 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 هيني طلعت البو تبعي انا قادم يا شرير بدك تهرب اه لا لا انا اسف انا اسف يا احمد البطل تعالوا هون رح اقضى عليك انا هو احمد هيرو احمد البطل وما في اي احد بورب مني تعالوا اوه شايفين ايش بيصير بالاشرار بيصير فيهم مثل هيك فكون انت يلي بتشاهد قناتي كون طيب ما تكون شرير لانه نهاية الاشرار مثل هيك تماما يا طفل انا قادم يا طفل يا عمو بترجعك بترجعك لا توديني عندك كمان مرة انا مش راح اوديك انا راح اجيبك لعند مكان رائع كثير كثير ورح يعجبك كثير يا طفل وين هذا المكان انا مكان الشارع خلاص بدي اروح من هذا المكان لا تحكي مثل هيك يا طفل يا صغير تعال معاي انا بدي اطير فيه وبدي اوديه لعند حضانة الاطفال يلي موجودة عندي فيه الكوكب تبعي يلا تفضل يا طفل يا صغير هذا هو المكان اللي انت راح تعيش فيه واو شو هذا المكان الاسطوري هذول صورك يا احمد البطل نعم هذول هم الصور تبعوني يا طفل يا صغير وانا الان راح افرجيك اشياء رائعة تعال معاي تفضل معاي يا ويلي واو والله اسطور الكوكب يا اما مين هذولا هذول ام الاشرار اللي انا بحبسهم في هذا المكان لانه هم اشرار كثير كثير انت مكانك موجود في الاسفل تفضل تفضل يا طفل يا صغير واو خليني بدي انزل واو شو هذا المكان بدك تحبسني في السجن لا مش السجن تعال تعال معاي هذا هو المكان اللي انت راح تعيش فيه راح احطلك سرير شو بدك لون السرير بدي سرير باللون الازرق لانه الازرق لون الابطال وانا بحب الابطال بحبك يا احمد البطل خلاص انا راح احطلك سرير باللون الازرق وهذولا هم اصدقائك الجدد هذا هو بوبي الصغير وهي هي مومو وهذا هو الطفل تجار الشرير وهذا مستر لحم الصغير وهي طفلة تجار الشرير تعرفوا على بعض تعرفوا مرحبا 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 شو رايك نصير اصدقاء اكيد اكيد خلينا نصير اصدقاء ايوه بدي سرير ازرق للطفل الصغير الان بوم مثل ما انت شايفين هاي هذا هو السرير الازرق تعال شوف يا طفلي تعال واو سرير رائع بدي اجرب انام عليه واو والله اسطوري شكرا كثير كثير الكو يلا اما انا الان بدي اروح اكمل العمل تبعي انا هذول الاطفال بخليهم يسووا مغامرات رائعة بخليهم يكيفوا كثير كثير وانا بالافلام القادمة اخلي هذول السجون مليئة بالاشرار يلا يلا خليني انا الان بدي اطير و بدي ادور على الاشرار يلا يا احمد البطل ووو مثليك خليني اجعل هذا المكان و اطلع مثليك من ووو والله اجنحتي اسطورية كثير كثير يلا خليني بدي اطلع من هذا المكان انا قادم الان بدي ادور على سلندرمان الشرير يلا يا احمد البطل وأنا قادم يا سلندرمان عشان أقضى عليك أنا هو سلندرمان الصغير و أنا لوحدي في كوكب عائلة سلندرمان ماما وبابا راحوا يقتلوا الأبرياء وأنا ضليتني لوحدي في هذا الكوكب الأسطوري كوكب رائع و أنا الآن بقدر إعرض من هذا الكوكب لأن أصدقائي بنتظروا فيي في الخارج عشان نروح نلعب مع بعض ونقتل فيهم الأبرياء لأن أنا لما أكبر بدي أصير مثل بابا تماما رح أصير طويل كتير كتير ورح أقتل كل الأبرياء اتطلعوا هاي الصورة وهاي الصورة وهاي كمان وهاي كمان كل هياتها لعائلة سلندرمان مليئة كتير كتير هذا الكوكب مليئ بهذول الهياكل العظمية والجثث يلا يلا أنا الآن بدي أقرب من هذا الكوكب عشان ماما وبابا مش موجدين في الكوكب رح أهرب يا سلام يا سلام يلا خلينا أهرب ههههههه وين طالع يا طفلي سلندرمان وين يا ماما بدي أطلع مع أصدقائي ممكن لا يا طفلي مش ممكن بديك تضع لك بالكوكب موجود هون موجود هون مش رح تطلع بلاش أحكي لأبوك سلندرمان يقضع لك يا وين يا ماما بطرجاكي 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 يا ماما بحبك ببصرجك مو 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 بطرجاكي بطرجاكي خلاص ماشي فقط ساعة واحدة وبعدها بترجع لا توقعنا في المقاذق ماشي خلاص ماشي يا ماما بس بدي أطول شوية من هدول اللي بلوككك يلا مع السلامة مع السلامة يا طفلي المشاكس مع السلامة مع السلامة يا ماما واوو أخيرا اطلعت من الكوكب ايه شو هدا الكوكب والمأكبره ايه أحمد البطل ضد عائلة سلندرمان يا ويلي هذا أحمد البطل دايما بساعد الأبرياء الضعفاء وبقتل الأشرار مثل عائلتي بدي أروح بدي أكسر راسه بس ليش هيك الكوكب تبعه كتير كبير مش مشكلة المهم اني بدي أروح بدي أحرر كل السجنة اللي فيه وبعدها رح أقتل كل طيبين وبابا رح يصير فخور فيي يلا وصل وصل يا سلندرمان الصغير يلا 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 رح أقدح لك يا أحمد البطل إلغبي يلا خليني بدي أوصل بدي أوصل يلا يلا بدي أوصل وصل 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 انتظروا إيش هذا الكوكب اللي قاعد بوصل للكوكب تبعي خليني أشوف مثل هيك عائلة سلندرمان ضد أحمد البطل وفيه أحد قاعد بوصل لإليه خليني أشوفه هذا سلندرمان الصغير وووو والله إنه مجنون خليني أشوفه يا سلام هيني وصلت هيني وصلت يا ويلي من يحمى انه شافني خلينا اشوفه شو بدي يسوي خلينا اسوي مثله ايك واوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو والله لا اكسر هذا السجن بدي اكسر هاي و بدي اكسر هاي تعال لهون ادخل هاي اول واحد في سجن سليندرمان ايجا على السجن تبعه هاي طلعني طلعني قبل هيك يلا ارمي هذا البكاكس ارميه بسرعة يا ويلي خلص ماشي بدي ارمي خليني بدي اخذه مثل هيك يلا انت الان انسجنت بديك تخلي كل هذول الاغبياء يطلعوا من هذا المكان مستحيل مستحيل هيني مسكت اول عضو من عائلة سليندرمان شايف ايش بصير لما اي احد بتحدى احمد البطل هيك بصير فيه يلا خليك مسجون في هذا المكان لا طلعني طلعني مستحيل انها طلعك وهيني كشفت وين مكان عائلة سليندرمان وين الكوكب تبعهم الكوكب تبعهم موجود بجواري والان يمكن يكون فيه بداخله اي احد عشان هيك انا بدي اروح واقتلهم يلا هيني وصلت لكوكب عائلة سليندرمان وانا معاي هذا البو عشان اخليهم ينصابوا وبعدين اوديهم على الكوكب تبعي عشان اسجنهم انا هو احمد هيرو احمد البطل يلا خليني بدي انزل عندها واشوف مين بداخل هذا الكوكب خليني اشوف slipclick سليندرمان cam اوه هاي هي زوجة سليندرمان وانا راح اخليها تنصاب بعدها راح اوديها على السجن يلا تعالي لهون يا زوجة سليندرمان ايه احمد البطل تعال خذي هاي يا ويلي لا تقتني تخذي هاي انت الثانية يلا بد اى وديها على هذا السجن اللي موجود في الكوكب تبعي يلا عالسجن عالسجن يا ويلي هذا احمد البطل عند زوجتي والان هو مشغول انا بد اروه على الكوكب تبعه وبعدها بد احرر كل الناس كل الاشرار اللي موجودين في الكوكب تبعه يلا خليني بد اركض بسرعة بسرعة بد اروه حررهم كلهاتهم وأحرر طفلي الصغير وبيكون كمان خايف من أحمد البطل الطيب يلا يلا خليني بد أنزل وبد أنقذ كل الأشرار أنا يجيت أنا يجيت ها 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 مفكرني مش شايفك أنا هو أحمد هيرو أحمد البطل هيني ربطت زوجته وبدأ لحقه قبل ما يهرب السجنة اللي موجودين بالأسفل يا طفلي هيني هيني جيت هيني جيت يا بابا ساعدني ساعدني يا ويلي ولا بحب ايه بابا أحمد البطل وراك تعالوا ادخل يا شرير خلينا طلح ذولا مثل هيك لا طليني طليني ها 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 وأنا الآن بدي أروح أجيب زوجة سلندرمان عشان أسوي العائلة كلها موجودة بالسجن تبعه يلا خلينا أروح أجيبها وأنا الآن بقدر إني أحكي إني سجنت كل عائلة سلندرمان ولا تنسوا يا متابعين الأساطير متابعين قناة أحمد هيرو أحمد البطل لا تنسوا إنكم تشتركوا في هاي القناة وتكتبوا لتحت في الكومنتات مين الشرير أو مين عائلة الأشرار اللي بتكو ياني أسجنها في كوكب الأسطوري أحمد البطل موجود في كل مكان ححححححح